موسيقى أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة والناشطة الأردنية أمل مصطفى الخواجة تابعوا الحضارنا مع ضيفتنا لهذه الحلقة ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد قصيدة هي القدس نور الله من ديوان طيور القدس صفت في رباه الفاتنات موارد وغيبها في لجة السحر شاهد وطهرها هذا النبي وسره وباركها آي الكتاب الخوالد ويقرأ فيها الناس ما الله قاله عياناً وتحبو في ثراها الفراقد سماء هي القدس العتيقة والكوى نجوم وآيات الكتاب قلائد وأزهارها السحر الحلال وساحها دفاتر حب والقباب قصائد لها يصعد العشاق في كل ليلة بأرواحهم والجسم في الأرض راقد ألم تر أن الله أنزل نوره فجنت بنور الله تلك المساجد إذا سجد العشاق فوق ترابها تبينت أن الكون حولك ساجد ترى الشجر المحزون أورق غصنه وغنت غناء المستهام الأوابد وتحسب أن الصخر أطربه الهوى فمالت من الشوق الصخور الجلامد هي القدس نور الله أنى لنوره بأن ينطفي والنور بالله خالد لقد جاءها من كل صقع وبقعة وحوش يعميها تقي وعابد وكل يراها في الحياة عروسه وكل لواء الحب للقدس عاقد ألم تر ليلة كم دعي بوصلها تغنى وأحلام الدعي شوارد إذا شرك الداعي إلى الحب غيره إذا شرك الداعي إلى الحب غيره فقد دل أن الحب بالشرك فاسد هي القدس للطهر المصفى فدلني على أهله فالآخرون زوائد لقد عضض الإيمان قلب حبيبتي كما عضض الكف المؤزرة ساعدوا فقل حين تثغوا كل شات بأرضنا هو الذئب ما غنيته لك راصد فدع عنك أوهام السلام فدع عنك أوهام السلام فإنما سلامك تحميه القنى والشدائد وأسرج لها خيلا وزيتا وراية وهب فإن العجز بالمرء قاعد إذا رمت صيد النجم فاذخر عزيمة فما نال صعب الأمر إلا المعاند غدا تحتفي الله في القدس نلتقي وتصف لنا تلك الربا والمعاهد وتشد طيور القدس حين تزورها فكل غريب الدار لابد عائده بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرت هذا كتابي أنا حسن نويهي كاتب وبعد من الإصدارات الأخيرة التي احتفلت بها أو عملت على إشهارها كتابي ذاكرة العيام ذاكرة الأيام عبارة عن كتابين في كتاب هي مجموعة قصصية خبز شاي وأخواتها وهي تحكي قصة حياة المخيم في أغلب الأحيان وكيف كان الناس يعيشون في الفترة السابقة في خلال السبعينات من القرن الماضي في هذه المجموعة لكل قصة منها حكاية ورواية على طريقة حكاية الجدات التي كانت تروى لنا قبل النوم فيها من التاريخ ورواية شاهد العيان دون حدث أو زيادة جمعت ما بين أدب المخيمات وأدب المقاومة وأدب الأصفار لكل يوم منها ذاكرة وأهمية مفصلية في حياتي وحياة الأمة إنها قراءة تجمع بين السياسة والفكاهة والموضوعية والألم الكتاب عبارة عن ثلاث فصول الفصل الأول اللي هو خبز الشاي وأخواتها والفصل الثاني ذاكرة الأيام وأفردت فصلا ثالثا للعراق العراق الذي أحب والذي أعشق والذي ارتويت من مائه فأوردت أو أفردت له فصلا عن ذكريات من الحرب العراقية الإيرانية على ثلاث أجزاء كل جزء يحكي منها الحالة في ذلك الوقت أو في تلك الأيام بطريقة أدبية وصفت هذه الحال وكيف كانت وكيف كان الناس يعيشون أيام القصف وكيف كانوا يتحركون وكيف كانت المعنويات في تلك الأيام يعني تصل إلى السماء رغم قسوة الحرب وشدتها هذا هو ذاكرة الأيام وفيه الكثير يعني يغطي مساحة واسعة من حياة الأمة بشكل كامل شكرا لكم أما الآن فأدعوكم إلى متابعة هذا التقرير الثقافي في دورته الثالثة والعشرين افتتح معرض عمان الدولي للكتاب أول أيامه ببرنامج ثقافي غني يمتد على مدار عشرة أيام متتالية تأتي مشاركة مؤسسة البصار للدراسات والنشر هذا العام وهي المشاركة السابعة لمؤسستنا في معرض عمان الدولي للكتاب بنسخته 23 وحقيقة نعد هذا المعرض من أعمدة معارض الكتاب في الوطن العربي وفي المنطقة لما يحتويه من سعة في المكان وتنوع في المشاركات فقد بلغت هذا العام مشاركات الدور 400 دار قائمتنا هذا العام متنوعة ما بين كتب الفقه وأصوله لعلماء ودارسين معروفين في الدرس العلمي حقيقة وكذلك لدينا كتب عن الدراسات القرآنية مناصفة مع اللغة العربية تنوعت كتبنا شملت أيضاً الدراسات الاجتماعية والنقدية حيث أن بعض الكتب تناولت الظواهر الاجتماعية التي تنتقد الظواهر السلبية في المجتمع وأصلت لخطوات فقه الخطوة المستقبلية كذلك شملت كتبنا أيضاً كتب التوثيق والتحقيق ناحية الأحداث ما بعد 2003 إلى اليوم إضافة إلى الكتب التاريخية والاجتماعية والثقافية بشكل عام فاخرين جداً من مشاركتنا بمعرض العمان الدولي للكتاب 23 طبعاً هاي المش المشاركة الأولى لدار يافا تتنوع إصداراتنا المعروضة في المعرض ما بين الكتب الأطفال والناشئة وما بين الكتب السياسية وما بين الكتب الفقه اللغة العربية العلمية والطبية وأغلب إصداراتنا طبعاً هي من إنتاج سنة 2024-2025 ونتبرنا زيارة الجميع لها جناح تاريافا بيتولف أهلاً وصالاً بالجميع تشارك في المعرض أربعمائة دار نشر محلية وعربية ودولية وتحل الجزائر ضيف شرف ببرنامج ثقافي منوع يشارك فيه كوكبة من الأدباء الجزائريين دائماً الهدف من إقامة هذه المعارض وهذه الظاهرة الثقافية هو نشر الثقافة نشر الوعي الاهتمام بالأطفال أيضاً الجيل الصاعد حتى يعني نصنع منهم جيل المستقبل ويتعود دائماً على قراءة الورقية أو الإلكترونية يعني على حد سواء دائماً العلم يعني يفتح العقول ويبعدنا عن الطائفية ويبعدنا عن العنصرية وإحنا يعني في ضرف بالنسبة للوطن العربي بأمس الحاجة في الحقيقة لأنه نكون شعب واحد بجميع أطياقه بجميع فئاته بجميع أشائره أن نكون شعب واحد شعب عربي مسلم ضد هذا العدوان الحاصل الآن على غزة وعلى لبنان فهذا العدوان يعني ليس فقط على غزة أو فلسطين أو لبنان هو عدوان على الأمة العربية يشهد معرض هذا العام إقبالاً جماهيرياً كبيراً لتنوع برامجه من الندوات الحوارية والثقافية والأمسيات الشعرية والقصاصية يمثل معرض عمان الدولي للكتاب فرصة ذهبية سنوية للقارئ الأردني والعربي للتواصل مع آخر ما أبدعته يد الكتاب من مؤلفات في مختلف المجالات لبرنامج فضاءات مريم الجميلي عمان الخط العربي هذا الفنان الجميل أبدع بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة طيبة في حلقة هذا اليوم أسعد الله أوقاتكم جميعاً وأهلاً بكم سوف أتحدث عن مسألة في منتهى الغموض أو في منتهى الضبابية ألا وهي في ظل العالمة وفي ظل التكنولوجيا وفي ظل الصراع القائم حالياً ما بين المسيطر والمسيطر عليه ما بين الحاكم والمحكوم أنا أتكلم عن طبعاً الدول العظمى الغرب أو الشرق أو الآخره وأتكلم عن بقية الدول التي يمكن تصنيفها إنها في المقام الثاني أنا لا أحب هذه التصنيفات يعني ما بدأ أقول أول وثاني ولكن لنقول القوى الفاعلة والقوى الساكنة هيك أصبط خلينا نقول هل سوف يبقى الخط العربي وهل سوف تبقى اللغة اللي هي الحاضنة الأكبر يعني إذا كان الخط كما قلنا هو الصورة المرئية للخط اللغة هي المظلة الشاملة أو المظلة الكبرى أنا أعتقد في أذن من سنتين الأمر المتحدة عينت 17 أو 18 أو 12 كان اليوم العالمي للخط العربي وطبعاً يعني هذا شيء جيد وشيء إيجابي وأنا بذكر تكلمت عنه في كثير من المحافل ولكن هذا يقودني أو يجعلني أنا شخصياً أو أرى أنه الحمل والعبء زاد على الفنانين والخططين ومن هم خنقول المتعاملين مع هذا الأفق العالمة عبارة عن بلدوزر أو عبارة عن نهر جارف يجرف أمام كل من يقف فيه طريق طب ما الحل؟ الحل هي الجهود المضنية المفروضة علينا كفنانين من أجل أن يبقى الخط العربي وأن تبقى اللغة العربية على الأقل إن لم تزد أهمية تبقى كما هي عليه الآن معيني أنا أراها الآن في مقاضاف وهذا الحكي كمان مرة أقول أن أهل اللغة وأهل الفن هم المسؤولين عن هذا التراجع وليس الغرب الغرب عنده كثير من المشاغل وكثير من البرامج التي هو مشغول بها ولكن تقصير أهل الفن هو المشكلة فإذن إجابة للسؤال سوف يبقى الخط العربي وسوف تبقى اللغة ما دام هناك مخلصين من أهل اللغة ومن أهل الخط قادرين على إعطاء الجديد وقادرين على التفاعل لأنه كل ما في الكون وكما قال هيكل الفيلسوف الألمان المعروف الثابت الوحيد في الكون هو المتحرك فكيف نحرك الثابت نعم عن طريق أن نجعل من هذا الفن مرآل الواقع لا أستطيع أنا أن أعيش في جلباب أبي كما يقول إحسن عبدالقدوس أنا أن بحجة التراث والموروث وعلى آخر أن لست ضد هذا الكلام ولكن هي كانت مرحلة وعلينا أن نقمل المسار الوقوف معناها تراجع وهذا ما لا أريده أنا شخصيا أنا أتكلم عن تجربة شخصية وأتكلم عن أربعين سنة من الخبرة في مجال الهندسة وفي مجال الخط وفي مجال الرسم حاليا يعني بدأت أو عرفت كخطاطا وأصلي فترة أعمل في الفن التشكيلي وباللون وأحاول كما قلت في حديث سابق أن أنقل الخط العربي من الإطار المحلي إلى الإطار العالمي وهذا ما تقد إجابة للطرح هل للغة وهل للخط مستقبل أقول هذا يعتمد على أهل اللغة وأهل الخط أهلا بكم ومن جديد في فضاءات جديدة ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة والناشطة العردنية أمل مصطفى الخواجه بسمح لي أن أرحب بضيفتي أهلا وسهلا بكي ست أمل ضيفة على الرافذين وعلى فضاءات أهلا وسهلا بك شكرا لك على هذه الاستضافة أهلا وسهلا يا مرحبا أهلا وسهلا تلقيت دورات ورشات للعمل في التنمية البشرية وتطوير ذات ومرتكزات القيادة الإبداعية للمرأة يعني المعاصرة ما المقصود بالقيادة الإبداعية عند المرأة القيادة الإبداعية كما تعلمناها هي قدرة المرأة على الابتكار أو تحفيز قدراتها وتفكيرها في تطوير نفسها ضمن مجموعة أو ضمن فريق ممكن تكون مؤسسة ممكن جمعية ممكن يعني عمل جماعي هو من خلال بعض المبادرات التي تقوم بها المرأة تستطيع تطوير نفسها وعائلتها والمجتمع الذي يستنتمي إليه يعني تطوير نفسها من هذه الناحية تثبت شخصيتها وجودها في المجتمع تكون عامل بناء في هذا المجتمع وهذا كله يعود بالفائدة عليها من ناحية هيك تطوير شخصيتها وتقدم أعمال تستفيد منها هي أنا لافت انتباهي القيادة الإبداعية يعني أنا ممكن تدخل المرأة تعلم قضايا إبداعية عمل مهن حرف مثلا لكن موضوع القيادة مع الإبداع هو هذا اللي أنا توقفت عنده فلماذا أطلقتم وصف القيادة في هذا الموضوع؟ هي ورشة عمل يعني أخذناها كيف تكون مرأة قائد يعني ممكن في البدايات تكون ضمن فريق لكن مع تطوير ذاتها ونفسها والمشاركة في الأعمال الجماعية العديدة وحبها لهذا العمل إنها تكون هي في مركز قيادة بعد أن تكون عضو ضمن هذه المجموعة ممكن تكون هي في مركز قيادي تستطيع هي أن تدير هذه الورش أو هذه الأعمال المجتمعية عادة كم عدد النساء اللي في كل دورة؟ والله إحنا هو دكتور يعني اللي أعطانا عدة دورات في هذه الورشة أنا حصل وعملت مقابلة معاه قبل شهر تقريبا تكون تحسين حنتولي له شركة أطلس لتنمية الاجتماعية والبشرية فهو كونه ابن بلدنا وكنا نعمل في ديوان أهل بلدنا يجمع ما يزيد عن 50-60 سيدة مسيدات البلد هي قوب لبنات بلدنا ويعملها تطوعا مع أنه ظروفه جدا صعب كل كم يوم في بلد هو ما شاء الله وكتير فيعطيها تطوع لبنات البلد ويقسم هذه المجموعات كل مجموعة لخمسة أو ستة كل واحدة من كل المجموعات تقدم فكرة معين أو كورشة عمل للجميع يعني يعني بعد الدورة وأثناء الدورة يطلب من المسائل خلال الدورة أنه تقدم فكرة معينة أو موضوع معين أو مقترح معين مقترح معين كل طاولة إلها اقترح معين فكر إحنا خمسة أو ستة مثلا عدد معين كل واحدة كل مجموعة إلها تطرح فكرة معينة وتم مناقشتها هذه الفكرة وأي فكرة هي التي تنجح وكان يعطينا يعني أفكار هو تطوير هاي الفكرة إذا كانت الفكرة مستساغة أو ممكن تنجح ممكن أنها تعطي نتائج سلبية فكاننا يتابع معنا نعم يعني كم من العضوات التي انتسبنا لهذه الدورات أنه فيما بعد تحولت إلى قائدة الله فيه يمكن أربعة أو خمسة بقط اللي فعلا صاروا قائدات وكان لهم أعمال اجتماعية كثير يعني طبيعة الأعمال أو الحرف التي تقدم خلال هذه الدورات أو هذه الورش خاصة نحن يعني في جروب بنات بلدنا كان في مثلا قاموا بأعمال للنساء من نساء البلد المحتاجات أرامي المطلقات أيتام كان فيه رواتب شهرية كان فيه متابعة لهم كان فيه اهتمام بالتعليم لطلاب الثانوية بدخلوا بتعليم الجامعي وليس لهم القدرة فكانت هذه مساعدة في قسم ثاني يعني أغلبها مساعدات تطوعية كانت فأغلبها العمل على غالبا بنات بلدنا وأهل بلدنا وكانوا البعض يجمعوا تبرعات من أهل البلد المقيمين في أمريكا في الدول أخرى هذه الدورات هل تولي اهتماما أو إدارة الدورات تولي اهتماما بجانب الأدبي أم فقط الجانب الحرفي؟ لا والله كلها نشاطات بعيدة عن الجانب الثقافي نعم مع أنه فيه شعرات وفيه أديبات يعني بنات البلد يعني كان يعني كنا معكم اهتمام شخصي يعني اهتمامات عائلية كانت العائلات أغلبها يعني جميل يعني ننتقل إلى الجانب آخر من حياتك أنت يعني كاتبة ولكي إصدارات وحضور في المشهد الثقافي من الإصدارات التي أصدرتها كتاب ظلال الروح وهي عبارة عن نصوص نثرية بودي أن بداية قبل أن نتحدث عن هذا الكتاب ظلال الروح أن نسمع نصا من هذا الكتاب ثم نتحدث عنه يعني اخترت عنوان الكتاب من أحد النصوص آه هو ظلال الروح نعم جميل هذا في مقطع أو خاطرة نعم ضلال الروح كأعصار هائج جمعت الشمس ضفائرها ترافق ظلي على عتبات ليلي شد ناين يعبر ممرات الحنين يراود أحلامي عن نفسها فتصحو ذكريات هائمة ارتعاشات تتعثر صمت رهيب يعانك ظلال الروح صمت رهيب يعانك ظلال الروح نص بسيط جميل جميل كنا أحببت هذا العنوان وكل هذا الكتاب على هذا النمط من النصوص؟ أغلبها النصوص خواتر بسيطة أغلبها تعبر عن إحساس بداخلي يعني بسبب بعض الظروف التي مرتوا بها أكيد دائما الكتابة هي عصارة أو نتاج مشاعر وحاسيس كمر بها الإنسان نتيجة الظروف حدث معين حالة معينة لفت انتباهي في المقدمة التي كتبها الأكاديمي والناقضي الأردني دكتور محمد الشنطي لهذا الكتاب يقول ما بين الحقيقة والحلم والحضور والغياب والواقع والخيال تعزف الكاتبة كلماتها الشجية شعرا متحرا من أغلال الأوزان والقواف لفت انتباهي أنه قال الكاتبة في حين هو يقول تكتب كلماتها شعرا فلماذا لم يقل شعرا؟ هو وصف النصوص بأنها شعر لماذا قال كاتبة؟ أريد أن نقف على هذا التضاد أو هذا التناقض ربما يكون هو قالها بطريقة عفوية وربما يكون قاصد فيها فغالبا سواء الناقض الشنطي أو غير من النقاد والشعراء لا يعترفون بالكاتب النثر كشاعر خاصة شعراء شعراء العمود ورّت مرسو بهذا يعني وقال كاتبة ثم قال نصوص سعي هذا السؤال يمكن أن يتوجه إلى أفضل وشو بالله؟ اختلاف يعني بعضهم يوجه نقدا تعسفيا إلى هذا الجنس الأدبي صحيح يعني في الغالب نحن نختلف مع كتاب هذا النص نص أدبي ليس بالضرورة أن تصفه قصيدة صحيح نص أدبي يحمل الروح الشعرية مثلا لكن لأن شعر له له معايير وكما قال تحدث أغلال هو طبعا وصفها أغلال تبدو الأوزان والقوافي لكن لفت انتباهي كما قلت وقال كاتبة ثم وصف النصوص من الشعرية ومن يكتب الشعر يعني يوصف شعر لكن لا ندري ربما له غاية معينة غالبا الشعر يعني أغلب الشعر يقول الشعر هو الشعر العمودي أو التفعي بينما البقية من يكتب النثر الخاطرة الومضة القصة القصيرة يقال له أديب وهذا شيء طبيعي نعم أديب كاتب بعض النصوص النثرية نصوص جميلة جدا جميلة تضاهي فعلا وممكن تكون أجمل نعم وفيها صورة فيها خيال فيها عمق فيها نزياح فيها مشتركات لكن هناك قواعد للشعر حتى يقول الشعر عندما يكتب القصيدة الخاصة المقفات القصيدة كما تسمى العمودية أنه يمر بقيود كثيرة كما قال الدكتور محمد شنطي أغلال يعني حتى يصل إلى القافية وعليه أن يقدم صورة ومعنى وخيال وجمال وأيضا يفاجئ يفاجئ الجمهور بقافية جديدة غير متوقعة للجمهور لكنها تمنسجمة مع المعنى وهنا قود نعم أيضا أكف عند هذه الملاحظة التي كتبها الدكتور محمد الشنطي يقول شعرا متحررا من أغلال الأوزان والقوافي هذا التحرر هل جاء بعفوية أم عدم إتقان؟ هو بعفوية طبعا أحيانا بعض الشعراء يعني يكتب القصيدة العمودية ولديه قدرة الإتقان كتابة القصيدة لكن تحول فيما بعد إلى ما يسمى قصيدة التفعيلة القصيدة الحرة ثم سميت قصيدة التفعيلة كما السياب كتب القصيدة العمودية بداية قصيدات الشطرين والقافية الواحدة وحرف الروي الواحد ثم انتقل إلى ما سمي في تلك الفترة الشعر الحر ثم سمي قصيدة التفعيلة حتى يميز أو يفرق بينه وبين النص النثري هناك من كتب هذه وأيضا انتقل تجاوز مسيرة السياب كتب النص النثري وأيضا كان يطلق عليه أو يسمي أنه هو قصيدة فأنا بالنسبة لتجربتك هل سبق أن كتبتي القصيدة المقفاتة أو الموزنة؟ أبدا مباشرة تحلتها لا مباشرة خلاصيك خواطر هي كخاطرة تخطف بالبال ولكن طبعا في فرق بين الخاطرة والنثر خاطرة هي تعبير عن إحساس داخلي بلحظة معينة يعني تأتي فجأة أو مشاهد تحصل خاصة الأحداث التي تحدث حولنا الآن من حروب من مناسبات فتخطر في البال بعض الخواطر تكتب سريعا وهي غير مقيدة كما الشاعر العمودي تدقق وصلح أحب هذا النوع ما حاولت أن تكتب القصيدة المقفاتة أو الموزنة ما هي حاولت نعم يعني بس لم أتقنها ولم أجد نفسي فيها فيها تقييد طبعا تقييد الشاعر تقييد بدها دراسة بدها عمق بدها يعني مش سهل يعني بالنسبة لي لها أصحابها نعم جميل يعني من أصداراتك الأخرى حكاية الغياب وهي نصوص نثرية وخواطر يعني أيضا حب ذا لو نسمع نصا من هذا الكتاب قبل أن نغوص في ونبحر في الحديث عنه ممكن ممكن أقرأ نص عن فلسطين وغزة نعم وطني أيا بحر أيا بحر أتأمل وجهي ضلال روحي ألمحه على شواطئك في عنق جراحي أرى رئيس بحرك يافا حيفا غزة الصمود غزة العزة أيا بحر أتأمل شموخ أسوارعك شوارعها أرصفتها الباردة مآذنها الوحيدة تبكي الغياب تنشد الحرية عزف نارين ينبعث من بعيد بعيد يغني على جراح أم الشهيد جراح تنزف جراح تنزف من خاصرة الطريق أسمع الجراس ذاكرة في كنائس القدس تدق أسمع أجراس ذاكرة في كنائس القدس تدق على أوتار الحنين كل دروبنا زلق لا طريقة للعودة هرمنا هرمنا هرمت جراحنا شوارعنا تاهت مفاتيح بيوتنا في طرقات الغربة وعلى أرصفة الاشتياق جراح الغربة ما زالت تنزف وأشواك الطرقات تدمي أقدام طفولتنا في شوارع ذلك المخيم البائس لكننا لكننا ما زلنا على العهد يا وطني يا فلسطين الصمود سنرتق جراحنا ونرمم وجع أقدامنا وأرواحنا ونكمل الدرب سنكتب تاريخنا من جديد سنكتب تاريخنا من جديد على جباهنا وتتعطر طرقاتنا بالياسمين يا وطني يا فلسطين كم بقي من زمن الصمت كم بقي من آهات الطريق لأصل إلى شاطئك وهذه الغيوم في سمائك ملبدة كنهر في روحي يسير ولا يسير فلسطين الوجع العميق والجرح النازف سنكبر بعد الفاصل معذرة نكبر بعد الفاصل معذرة فاصل قصير ثم نعود فابقى وعنا أهلا بكم من جديد ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة والناشطة الأردنية أمل مصطفى الخواج كنا نتحدث عن قرارة نص يا قدس من آخر أصدار وهو حكاية الغياب حضرتك بالأصل من فلسطين؟ أنا من فلسطين مدينة نابلس بالأصل من قرية بين نابلس والجينين نعم قرية سيلة الظهر هي الأقرب لنابلس ولكن أيام ما كانت الأردن وفلسطين واحدة كانت لجينين تعتبر من قرى جينين بعد حرب السبعة وستين ضمتها العدو الصحيوني إلى نابلس لأنها الأقرب فهي بين نابلس والجينين تقع على الخط الرئيسي نعم إذا قلنا فلسطين هي الوجع هي الوجع العميق والجرح النازف لكن جميل هناك في نهاية النص قلت يا الطرقات تعبد بالياسمين بيعبق الياسمين يعني جميل أن أن يزرع أن يزرع نعم الخيال والطريق ونهاية النضال بالتفائل والأمل إن شاء الله هذا الكتاب أنت جنسته أو صنفته نصوص نثرية وخواطر يعني الكتاب السابق نصوص نثرية هذا الكتاب أضفت له كلمة خواطر بالعنوان نصوص نثرية وخواطر يعني كيف نميز بين الخاطرة والنص النثري الخاطرة هي أحاسيس نعم تخرج بلحظتها يعني أحاسيس نتيجة إحساس داخلي يعبر في الأديب أو الكاتب عن مشاعر جياشة في داخله نعم هذه المشاعر يعبر فيها عن الوجع وعن فرح عن أحداث حوله بطريقة سهلة وبسيطة أما النثر فهو يعتمد أكثر شبيه فيه ولكن يعتمد أكثر على العمق الإختزال المعنى العميق ربما حكمة في داخل النص تكون أيضا تكون كتابة النثر أيضا من خلال أحداث حولنا أو مشاعر أو أحداث مرت في داخل ولكن فيها العمق فيها بعض النص فيها الأذن الموسيقية فيها موسيقى عميقة فيها عمق في معانيها أكثر اختزالا وعمق فيها جميل يعني مساحة النص أيضا تدخل في هذا التصنيف أكيد النثري بتكون أشبه بالقصائب طويل لبعض الشيء يعني أما الخواطر ربما بعضها يتعدى السطرين ثلاثة بعضها صفحة لكن النصوص النثرية ممكن صفحتين ثلاثة ربعا يعني حسب جميل 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 ولكن في كل سطر ما تكون فيها عمق أو صور شعرية تعتمد على الصور العش الشعرية أكثر من الخاطرة يعني ما زلت أنت في فضاء النص النثري والخواطر يعني هناك نتاج آخر لك أنا قرأت من خلال سيرتك الذاتية أنك تكتبين في أدب الهايكو ولديك مخطوط ورقي في هذا النوع من الأدب وهو في الأصل أدب ياباني يعني سؤالي الآن أنا سمعت أكثر من الآن بدأ من سنوات يطرق هذا الاسم أو هذا المصطلح أو هذا النوع من الأدب في المشهد الثقافي هل يتحمل مشهدنا الثقافي العربي الآن لإدخال جنس أدبي يعني غريب أو يعني غير منسج مع تراثنا الأدبي هو فعلا الاسم يعتبر غريب علينا لكن هو تقريبا أكثر من خمسين عام دخل إلى الوطن العربي طبعا دخل هذا الأدب من خلال نصوص مترجمة عن الإنجليزية نعم فبعض المثقفين الذين كان لهم ميول في هذا النوع هم من أدخلوه أيضا أنا أعتبره أشبه بالخاطرة أو الومضة أو التوقيع أقول هو هايكو لماذا نسمي هايكو لماذا عندما انتقل إلى الدول العربي لماذا بقي الاسم نفسه نعم والومضة أو الخاطرة القصيرة أو التوقيع هي موجودة كلمة هايكو كلمة يابانية هي كلمة يابانية ماذا تعني؟ هي تعني تعبر فيها كما الخاطرة عن أحاسيس في داخل الإنسان نعم في لحظة مشاعر معينة أو مشاهد معينة حوله في الطبيعة مثلا مشهد معين أعجب ودخل في المذفة كتب عنه نعم وهو يتكون من ثلاث أسطر ثلاث أسطر قصيرة يعني لا تتعدى 17 مقطع نعم لكن يكون فيها عمق ويعطي مشهد كامل للحدث أو للمشاعر التي أحس بها الكاتب طيب يعني لا يعني أيضا يمكن لا يتعدى كونه خاطرة أيضا هو أنا أعتبر كخاطرة طيب من تجرأ أول 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 متجرئين أول متجرئين أول جريئين بحيث أدخله إلى المشهد العربي يعني هو شاعر فلسطيني نعم في عام الأربعة وستين اسمه عز الدين المناصر نعم هو أول من أدخله على الوطن العربي نعم وتقريبا يعني أكثر من خمسين سنة وبدأ أن ينتشر بشكل كبير نعم والآن في الوطن العربي أيضا بالأردن بذات المحمود الرجبي نعم هو أيضا متابع لهذا ودارس عدة لغات ومتابع جدا دول المغرب العربي الدول العربية انتشر في السعودية في الكويت وإله جمهور خاص وحكوم له الأمسيات بشكل كامل طيب إحنا على الأدب لدينا مشكلة في النص النثري حتى هذه اللحظة لم يأخذ مكانه الطبيعي لم ينسجم مع ذائقة المجتمع العربي فكيف نأتي بجنس آخر يعني ونفرضه على الذائقة العربية يعني أنا أسمع طبعا كثيرا الآن يبدو يتردد في المشهد الثقافي العربي من سنوات بكثرة لا ندري لدينا نص مع ذلك قبلنا بالنص النثري نكتفي بالنص النثري ولم تقبلوا بشكل كامل فقط اختلافنا في العنوان يعني اختلافنا يحدد له من يحاربه كما الهايكو أيضا أنا قلت هناك من نعم هناك من يتشدد في رأيه اتجاه موضوع النص النثري وتشدد فقط في مجال عنوان عنوان النص ماذا يسمى القصيدة يعني لما يبقى اسمه هايكو كونه اسم يابان طيب اليابانيون يطلقون على هذا النوع من الأدب قصائد؟ هو قصائد معروفة عندهم ومنتشرة جدا هلها هيقع موسيقي عند اليابانيين؟ أكيد أكيد قرأت أنا من أيام عن الهايكو أنه فيه يجتمع العديد من الشعراء وكل شاعر يكتب ما يزيد على عشر نصوص من الهايكو ويجب أن تجتمع مئة نص نعم ومن هذه المئة نص يشكلون قصائد نعم يعني قصائد يجمعوها في قصيدة واحدة تزيد عن المئة بيت أقصد هي طريقتهم هو أيضا يتنوع الهايكو ليس اسم هايكو فقط ولكن له فروع كما نحن الشعر العمودي الشعر التفعيل كده 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 يعني اللي تابع للهايكو خلال متابعته مع قروبات أستاذ محمود الراجبي في الهايبون التانكا النانو اللي هي النانو اللي هي القصير جدا يتكون من ست كلمات فقط وأسماء كثيرة ولكن أنا لم أتابعها كثيرا حتى لي تقريبا سنة لم أدخل أكثر يعني تجهت للقصائد النثر وأبتعد شوي ما حاولت أن تكتب القصة الغصيرة؟ لي كتابات القصة القصيرة العديد يعني ليست قصيرة جدا ما بين صفحة إلى عشر صفحة نعم والبعض منها يحتاج إلى تكملة أكتب ولا أكمل أعود لها يعني أفكر خلال القطارات القادمة كتاب الرواية ما حاولت في الكتاب تقول لا لا هوايات حبة حبة في بعض المشهد الثقافي فاجأ في أشخاص يعني نلقاهم أول مرة وجاي مباشرة حام الرواية أقولوا تحتاج إلى فترة تدرج صحيح في المشهد الثقافي ليس من السهل وبعضهم حتى صغار سن يعني فهناك جرأة حقيقة في هذا المجال ممكن تكون في البعض عندهم موهبة وممكن حتى الموهبة تحتاج إلى فترة حتى تنضج فعلا تحتاج إلى وقت يعني أنا يعني عدا الشاعر ممكن أن يكتب شاعر يكتبي عمر مبكر فهذه الرواية تحتاج إلى إلى قدرة إلى ميران إلى ثقافة عالية حتى الشاعر تقول وقت أنا من سنوات طويلة أنا أكتب الخواطر القصيرة جدا نعم وتركت هذا الموضوع واتجهت لهوايات أخرى وانشغال بالعائلة والأولاد نعم حتى لم أكن أتجرأ أنشر شيء على القوبات الأدبية أول لأنه أحس دائما أنه ضعيف نعم طيب هذا المخطوط الورقي للهايكو متى يطبع؟ وأنا كما قلت لك تركت شوهي قلت تجهت أكثر يعني هناك تردد في نشر ولازال موجود انشغلت هذا الكتاب الأخير ان شاء الله خلال المفترة أنت عضو في عدة منتديات ثقافية يعني ناس يما الاتحاد الكتاب الأردني منتدى البيت العربي الثقافي وعضو إداري في منتدى سماء الثقافة الذي ترأسه الأديبة هي ضمرة وأنا حضرت كثير من نشاطاتكم في هذا المنتدى أريد أن تطلع عن ما هو الدور الذي تمارسينه في هذا المنتدى دوري أنا ضمن منتدى سماء عضو إداري ومسؤولة عن التنسيق للأمسيات، الفعاليات، مهرجانات طبعا بالتعاون وتحت إشراف الأستاذي هي ضمنها لكن مهرجانات كفريق وممكن كما تعلم مهرجان يحتاج أيضا لجمعا من خارج التعاون معهم سواء منتديات أو يعني أقمتم مهرجانات أيضا؟ أقمنا العديد من المهرجانات في إربيت طيب مهرجان يحتاج إلى إمكانيات عالية، كيف؟ صحيح، يحتاج إلى دعم، وهذا يعني دعم بشكل خاص، فيه كان دعم مزاري بسيط مرة أعتقد أو مرتين ولكن تعتمد على الدعم الخاص ويمكن مقلين في هذه المهرجانات بسبب احتياج للدعم، أتمنى أن يكون فيه داعبين لهذه النشاطات الثقافية أو المهرجانات صدقتم أدباء من خارج الأردن؟ لا، ما حصل والله إن شاء الله، يعني قبل فترة الحرب كنا بنسق لمشروع كبير نعم نستضيف به بعض الشعراء والتواصل مع السفارات ومن خلال السفارات يتم مشاركة مثلا الفرقة الرسمية مثلا السفارة الفلانية والفلانية ويكون يعني هذا المهرجان يظهر ثقافات أو فنون كل قطر أو كل بلد مشارك معنا ولكن توقف هذا في هذه الفترة الحرب يعني تصدي حرب الغزة من طوفان الأخصى صحيح، كان في يعني تطلع على عمل ذلك المهرجان إن شاء الله خلال الفترة إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله عملتي كمصممة أزياء وخياطة وتطريج وكثير من الأعمال اليدوية الفنية كصناعة الورد والسيراميك والحرير والرسم على الفخار والزجاج، هل ما زلت تمارسين هذا؟ للأسف من خلال تكاكبكم، لاحظت الاهتمام الأكبر لديك الآن في مجال كتابة هل ما زلت تمارسين هذا العمل؟ للأسف تركت هذا العمل نعم، لأسباب يعني كنت يعني الانشغالات والأول، اتجاهي أكثر للقراءة أمضي وقت كبير في القراءة والهتابة وبعدين يعني مثل هذه الأشغال التي بدأت أعمل بها وأخذت العديد من الدورات فيها سواء الخياطة أو حتى الأشغال اليدوية، الصوف، التريكون يعني ملابس الشتوية بالصوف خلال السنارة أو على الماكينة أخذت فيها دورات وكانت مصدر دخل في عديد فترات معينة استفدت صناعة الورد من السيراميك والحرير والنحاس نحاسة رقيق جدا نعمل منه ورود على مراية ونعملها براويز برضو نعم رسم على الفخار أو إلساق بعض الصور على الفخار ووضع حولها يعني كيف مشغولات يدوية من الخرز يعني كتير كنا نعمل أشكال المراية نصنع صواني قهوة سواء مطرزات فلسطينية أو المراية المراية عند صاحب المحل المراية أطبع لها يدين وألسق عليها العديد من بطريقة معينة الخرز حبيبات اللولو نعم فكنت أعمل كثير منها وكانت شعلا كيف تلسق هذه الحبيبات على العديد؟ تلسق بواسطة لاسق داير ميدور الصينية مثلا بأشكال معينة رسمة ووردة على الزاوية فهي أكثر إنها منظر طبيعي منظر يعني أو تحفي يعني أكثر من إنها تستعمل فكان أشغال كثير حلوية أنا طبيعتي من صغري بحب كل شيء أشغال يدوية عندي شغف في هاي الأمور وخاصة أكثر شيء الخياطة يعني طيب هذه تعلمتها من الدورات والورشة التي دخلتها؟ أنا أخذت دورات كمان في الكويت يعني بدأت فيها وما حضرنا هون برضو أكملها كنت مقيمة في الكويت أنت؟ آآآ في الكويت تقريبا ستاة ثلاثة سنة نحن ناول جارات في العمارة نعمل دورات ونتعلم منها وخاصة الورود هذه والرسم على الحرير على مفارش مثلا للطربيزات كثير أمور عملناها ولكن بدأت تتغير سيفادرها مردود مادي لماذا تركتها؟ الله كان فيها يعني انشغلت أكثر في الأولاد وتعليمهم فالحمد لله كانوا حطي كل جهدي يعني فيهم كانوا متفوقين جدا والحمد لله إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله كان كل جهدي للأولاد والقراءة وأخذت اتجاه ثاني لما وغبتي الأساسية يعني اللي شكرا لك الكاتب والناشطة الأرزينية أبا المصطفى الخواجة على هذا الحوار الجميل شكرا لك شكرا شكرا على استضافتكم في هذا البرنامج أعطيك العافية شكرا لك شكرا لك أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم